ذكر ميسي برشلونة استغنى برشلونة أو لم يستغني برشلونة لكن بيكي أعلن اعتزاله طبعا وقرر أنه يستغني عن بقية مستحقاته في الفترة القادمة ما نالا استحسنا عنده جمهور برشلونة ولو أنه الوضع الطبيعي أنه اللي بيعتزل كده كده ما بيخدش مرتب لغاية نهاية الموسم لكن بشكل عام لابورتا أكد أنه دعم اللاعب للنادي في الوقت ده هو شيء في منتهى العظمة وفي منتهى الجمال يبقى هنا السؤال هل بعد تنازل بيكي على المستحقاته المتبقية برشلونة معه فلوس يعوض أو ما يعوضش ولو عوض هيجيب مين؟ ده السؤال الإجابة فيما ذكر في هذه القصر نشوف مع بعض لابورتا اتكلم وآية تفاهم بيكي وضع النادي وإنه فطورة الأجور تتطلب تعديل هنا ما يذكر حاليا هو وفقا للصحفية ومقدمة البرامج في كوبيا الإسبانية هلينا كوندس إيدو فعلق لابورتا عن هذا الأمر والخطوة دي هتوفر لبرشلونة مبلغ ضخمة هي قيمة مستحقات متبقية لللاعب إضافة إلى رتبه حتى صيف 20-24 ثم النادي عايز مدافع فالأسماء المعروضة في خط الدفاع اللي بيرائبها برشلونة في الوقت الحالي منهم أرناو مارتينيز مدافع جيرونا وطرح اسم إمريك لابورت نجب منشستر سيتي سيتي عايز لابورتا يفضل لكن برشلونة بيراهن على رغبة اللعب نفسه خاصة أنه منشستر سيتي فيه عدد كبير من اللعيبة وبالتالي قد لا يضمن لابورتا اللعب أساسيا مع سيتي بعكس برشلونة وبالتالي دا اللي بيخلي الفريق شوية أميل ناحية لابورت لو هيدعم بمدافع في فترة الانتقالات الشتوية القادمة وهذا هو المنتظر